كرة القدم الدوري المصري وكاس السوبر يوم الخميس اللي فات اتعملت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في موسم 2019-2020 في حفلة حضره وممثله الأندية المصرية في الدوري الممتاز وعدد كبير من نجوم كرة القدم زي العميد أحمد حسن ونجوم منتخب بصر السابقين كابتن عبدالسطار صدري وكابتن محمد زيدان أكاونت حساب أو أكاونت سبورت 360 على تويتر جاب وتكلم عن أهم ما جاء في القرعة في تغريدة أو في تويتر بتقول قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم وتوضيح كيفية التعامل مع الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية مع صورة مكتوب عليها مجموعة نقطة وهي إن الدوري حيبدأ يوم 21 سبتمبر وينتهي في شهر مايو أفلح إن صدق خلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول الكامل تلاتة الفرق اللي هتلعب في البطولة الأفريقية والعربية خارج ملعبها هتحصل على أربعة أيام راحة قبل المباراة واربعة أيام راحة بعد هذه المباراة من ضمنهم طبعا السفر من وإلى أما في حالة اللعب داخل مصر فهيحصل بكل فريق منهم على ثلاث أيام قبل المباراة وتلاث أيام بعدها دور نص النهائي والنهائي حتكون الراحة خمس أيام قبل المباراة اللي هتقام في مصر وست أيام للمباراة اللي تقام خارج مصر عشان ينتهي الجدل بتاع الجدول الدوري وفي أيام قبل أو أيام بعد أصلا بلعب نهائي أصلا بموصل مصر في هذه البطولة في محتاج أيام أكتر قاعدة سابتة نتمنى أن يتم بكل تأكيد العمل بها كمان نشر أكاونت موقع في الجول على تويتر أهم مباراة الأسبوع في الدوري المصري وهي مباراة Pyramids وMP المصري حرس الحدود الجونة والإسماعيلي الزمالك والاتحاد أصوان حيقابل مصر للمقصة الانتاج الحربي حيقابل نادي FC مصر نادي صعد لدوري ممتاز لأول مرة في تاريخه سموحة والنادي الأهلي طلاعي الجيش والمقاولون العرب ودي دجلة وطنطة دي مباراة الدور الأول أو الجولة الأولى من الدور الأول للدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تويتة تانية أهل أكاونت في الجول بخلاف دربي القاهرة هناك العديد من المباراة التي ننتظرها جميعا في الدوري المصري إليكم الجولات التي ستقام بها هذه المباريات زي ماتشاط مثلا الأهلي وبراميدس هتقام في الجولة الستاشر الأهلي والإسماعيلي في الجولة التسعة الأهلي والمصري في الجولة الستة الأهلي والجونة في الجولة الخمسة الزمالك وبراميدس هيلعبوا في الأسبوع السابع الزمالك والإسماعيلي في الأسبوع السبعتاشر الزمالك والمصري بورسعيدي هيلعبوا مع بعض في الجولة أربعتاشر وإذا مالك وجونا في الأسبوع الثلاثتاشر من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الأندية نفسها كمان وأكاونتاتها على السوشيال ميديا تفاعلت مع قرعة الدوري نشر أكاونت نادي سموحة تغريدة متحكة شوية قال فيها يا ساتر يا رب عشان أول ماتش اللي سموحة مع الأهلي طيب إن كان حتى ماتش على أرض سموحة بعدها على طول الأكاونت نزل تغريدة تانية وقال سموحة يبدأ مشواره بالدوري بمواجهة الأهلي ويموجي أو إيموجي الوش اللي هو متعصب كده أو سترست يعني وبيعمل كده اللي هو حعمل إيه فخر اسكندرية نادي سموحة كمان كتب النادي الأهلي على حسابه الرسمي على الفيسبوك بوست وقال البطولة المفضلة لأبطلنا إليكم جدوى المباريات فرقنا في الدوري المصري الممتاز يلا يا أهلي والثلاث مهاجمين طبعا المقيدين في قائمة النادي الأهلي في الدوري هذا الموسم والمباريات هتبتدي مع سموحة الانتاج الحربي أصوان الزمالك الجونة المصري ودي دجلة حرس الحدود اسماعيلي اتحاد مصر المقصة افسي مصر طنطل مقاولين امبي بيرامتز المباراة القبل الأخيرة في الدور الأول ثم مباراة طلاقع الجيش قرعة متوازنة إلى حد كبير للنادي الأهلي ما عندوش متشاط كتير صعبة وراء بعض إلا مثلا الزمالك الجونة مصري دي أصعب الأسابيع الأسبوع الرابع الخامس السادس كمان بمجرد انتهاء القرعة نشر الأكاونت الرسمي النادي الزمالك على الفيسبوك مبارياته في الدور الأول من الدوري جدوا المباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري ممتاز موسم 19-20 هيبتدي الزمالك مع امبي بعدها حيلعب المقاولين الأهلي أفسي مصر المقصة الاتحاد طنطة أصوان الانتاج سموحة الجيش بيرامتز الاسماعيلي حرس الحدود ودي بتهيالي كرمز في الاسماعيلي في حرس الحدود دي مباريات صعبة شوية أصعب الفترات لنادي الزمالك ودي دجلة المصري الجونة أيضا مبارتين تقال المصري الكورسعيدي والجونة في نهاية هذا الدور الدور الأول من الدور المصري الممتاز الكرة القادمة كمان نشرت أكاونتات أندية الاسماعيلي والمصري والجونة على تويتر مواعيد مبارياتهم في الدوري زي ما شايفين مواجهات فرانة في الموسم الجديد للدور المصري الممتاز درويش الكرة المصرية الإسماعيلي وأيضا جدوى المباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري المصري البروسعيدي مواتشاتهم وأيضا فريق الجونة ومواتشاته في الدور الأول من الدور المصري الممتاز لكرة القدم الجونة سيبتدي مع الإسماعيلي وبعدها سيلاعب الاتحاد المواصلين على السوشيال ميديا أشهدوا جدا بتنظيم حفل الافتتاح فكتب كمان الزميل كريم رمزي من قناة تايم سبورس على تويتر قال الواحد ما شفش قرعة دوري مصري محترمة كده قبل كده برافو لكريم رمزي كمان أكاونت باسم محمد البنة وقال قرعة محترمة وشغلة عالي الزمالك مع الأهلي في الرابعة في الأسبوع الرابع ومع بيرمد في الأسبوع السابع البداية لازم تكون قوية لو الموافقات الأمنية على الملاعب والمواعيد تمت الدوري حيبقى موسم تاريخي اللهم أمين كمان كتب الزميل الصحف الرياضي إسلام مجدي مراسم سحب قرعة الدوري كانت جميلة في تنظيمها ووجود نجوم سابعين بيسحبوها والقاعة وهدوء من الأندية في السنين اللي فاتت كان الموضوع عشوائي وفيه خناقات وأسئلة بعيدة تماما عن هدف القرعة نفسها فتنظيم القرعة جميل جدا لكن بعيدا عن ده فيه تحدي كبير جدا قدام لجنة المسابقات والتحاد الكرة بكل تأكيد تحدي واضح وصريح بس إحنا أملنا فيهم كبير جدا كمان كان فيه تعليق من جانب البعض حول غياب بعض المعلومات زي مواعيد المباريات الملاعب اللي حتقام عليها الماتشات واللي لخص هذه الأسئلة الزميل الصحفي أحمد شريف على الأكاونت الموثق بتاعه على تويتر قال توقعت قرعة الدوري تكون مصخوبة بمواعيد الأسابيع والمباريات والمرحلة لظروف المشاركات الخارجية والملاعب الموضوع مش صعب لكن ما شفتش اختلاف عن السنين اللي قبل كده درائي أحمد شريف كله في علم الغيب باستثناء ترتيب المباريات درائي أحمد شريف أصحفي